دائما في إطار العمل الاستباقي والوقائي لأننا سأضيف اليوم كلمة وقائي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات وفرتها له المدير العامة لمراقبة التورا والوطني من تفكيك وحد الخليات تتكون من نساء منهم سبع قاصرات وهذه الفتيات كانوا في متصلات مع بعضينا عن طريق الشبكة العنكابوتية بل أكثر من ذلك على أننا وصلنا إلى درجة تطرف بدأنا يفكرنا في القيام بعمليات تخريبية داخل المملكات تدخلوا في أجندة ما يسمى بدولة الخلافة بل أكثر من ذلك من هنا من كانت على اتصال بقيادين في جامعة داعش إذن أثناء الإيقاف ديالهم تبين على أن إحدى هنا كانت تتوفر على مجموعة ديال المسائل التي تدخل في مواد تدخل في صنع المتفجرات كما أن تم اكتجاف مخطوطات تبايع وتمجد وتناصر ما يسمى بدولة الخلافة هذا منعراج خطير بدأت تنهجه ما يسمى بدولة الخلافة تجاه المملكة المغربية وذلك بتجنيد طفلات قاصرات وهنا أقول على أن الأجهزة الأمنية رغم الأعمال الجبار التي تقوم بها وهي دائما حذرة لكن هناك فراغ وشبه غياب تم لدور الآباء والأسرة ودور المجتمع المدني فإذن هذه الفتيات التي تبنوا هذه الفكر الجهادي تبنوا بناء على خطابات لجماعات إسلامية متطرفة تدعو إلى تطرف ديال الشباب أقول على أن هذه القضية هي بنسبة لنا نحن مستجد في الأبحاث التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية وبالتالي إحنا قد نقوم بالواجب ديالنا كشرطة قضائية ولكن من الجانب الوقائي فإننا تدخلنا لأجل حيث هذه الفلدة الكابية ديالنا التي تشكله بالنسبة لنا مستقبل ديال المملكة المغربية وأظن على أن جميع مكونات المجتمع المغربي يجب أن تتعبأ من أجل مواجهة هذا التحدي الجديد الذي تتوجه الجماعات الإرابية تجاه المملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر